مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو وقفة مع أسئلة المسلمين وتعليقاتهم بيجي لنا كتير من التعليقات على حلقات عبر الكتاب على صفحات عبر الكتاب وقناة الحياة على الفيسبوك وكمان على اليوتيوب لما بنرفع الحلقات بنحطهم على اليوتيوب ومن ضمن التعليقات هناك بعض التعليقات التي تستحق منا وقفة وتستحق أيضا أن نجيب على أسئلة الإخوة المسلمين حاولت أجمع بعض من هذه التعليقات وهذه الأسئلة وده يكون في حلقتنا اليوم وممكن من كل وقت والتاني نحاول نجمع هذه الأسئلة أيضا بعض الأسئلة الأخرى ونجاوب عليها في البرنامج النهاردة يمكن عندي خمس أسئلة وأتمنى أن الوقت يسعفنا للإجابة على هذه الأسئلة المهمة وأنا بعتبر أن كل تواصل من الإخوة المسلمين وكل تعليق مهم بالنسبة لنا أن نقرأه ومهم أيضا بالنسبة لنا أن نتعرف على كيف يفكر المسلم وما هي الأسئلة التي يطرحها وما هي العقبات التي تقف أمامه لكي ما يقبل يسوع المسيح مخلصا شخصيا له طبعا عدد كبير من المعلقين بيكون مجرد أنه حافظ فهو بيحط اللي حافظه من المسلمات اللي عنده وبيرصها زي ما هي لكن أنا مش هتكلم عن الضمائر لأنه كل واحد يعني الرب واحد هو اللي يعرف ما في القلوب لكن بناخد بكل جد واحترام تعليقات حضراتكم وأسئلاتكم عندي أكتر من سؤال بيتعلقوا بالإنجيل ومفهوم الإنجيل ومن ضمن هذه الأسئلة المهمة سؤال ما هو الإنجيل أو هو الأخ محمد الأحمدي وأنا يعني حاطت تعليقه هنا بيقول ما هو الإنجيل الذي سأتبعه ما هو الإنجيل الذي سأتبعه هناك فهم خاطئ عند الكثيرين من الإخوة المسلمين هذا الفهم الخاطئ مبني على اقتناع إسلامي بأن هناك إنجيل نزل على المسيح وأنا أتكلم عن الجزء ده فيما بعد لكن الإخوة المسلمين بيحاولوا يفهموا إحنا بنقصد إيه بالإنجيل أو لما الكتاب بيذكر كلمة إنجيل بيقصد بيها إيه أولا كلمة إنجيل هي كلمة مترجمة من اللغة اليونانية وهذه الكلمة هي إيوانجيليون والتي يمكن أن نترجمها على أنها بشارة صارة فالإنجيل هو الخبر الصار فكل مرة يذكر فيها الإنجيل بالأخص إنه قد بشرتكم بالإنجيل إلى آخر هذه العبرات في الكتاب المعدس يقصد بيها الخبر الصار والخبر الصار محوره بل وجوهره الأساسي هو أن المسيح مات مات ودفن وقام وزهر وده اللي بيأكد لنا الكتاب المعدس الخبر الصار أن الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطيان الخبر الصار أن الله قد أحب الإنسان وأرسل ابنه الكلمة الأزلي لكي ما ينوب عن الإنسان ويتمم خلاص الإنسان وفداؤه هذا هو معنى الإنجيل فلما ييجي قدام حضرتك كمسلم أنه المفهوم أن إنجيل نزل من سماء مطبوع ومختوم هذا ليس الفكر المسيح الفكر المسيح عن الإنجيل أولا أنه الخبر الصار وموضوعه هو يسوع المسيح حياته طبيعته عمل الفداء وصلب قيامته وصعوده ومجيء الثاني هذا هو الإنجيل هذا هو الخبر الصار فما هو الإنجيل الذي أتبعه نحن لا ندعوك لكي ما تتبع نصا نزل كما تفكر أنت نحن ندعوك لكي ما تتبع يسوع لكي ما تتبع شخص فالمسيحية هي المسيح يسوع وإذا أردت أن تتبع المفروض يكون سؤالك كيف أتبع يسوع مش ما هو الإنجيل الذي سأتبعه طبعا الإخوة المسلمين هيقولك أنه عندنا أنا جيل كتير وأنا أجاوب على الجزء ده لكني أريد أن أقول لحضرتك أولا وأخيرا أن مفهوم الإنجيل عندنا نحن هو الخبر الصار خبر صار أن الله قد افتد الإنسان وخلص الإنسان بموت يسوع المسيح نيابة عننا على صليب هذا هو الإنجيل طيب أجي إلى السؤال الآخر والسؤال الآخر السؤال الثاني يعني برضو الشخص هو اسمه بوزيان محمد بوزيان محمد يعني حط نفس السؤال لا أولاني بس في سيغة أخرى بيقول إيه؟ أي إنجيل التابعة إنجيل يوحنة أم إنجيل لوأة أم إنجيل مرؤس أم إنجيل يوحنة أم إنجيل برنابة وأي الإنجيل الكريم الذي مكتوب وأين الإنجيل الكريم المكتوب بالعبرية طبعا الأنجيل الأربعة التي هي متة ومرؤس ولوأة ويوحنة هذه الأنجيل الأربعة هي تقدم لنا الإنجيل الخبر الصار هي تلخيص للخبر الصار عن من هو يسوع وماذا فعل يسوع من أجلنا فلما تقول لي أي إنجيل أتبع إنجيل يحنى أم إنجيل لؤى أقولك نحن نتبع يسوع الذي كتبت عنه البشائر الأربعة فهذه البشائر الأربعة الأربع أنجيل قدمت لنا يسوع الذي عاش في اليهودية من ألفين سنة الذي مات على الصليب والذي قام من بين الأموات والذي صعد والذي أيضا سيأتي بمجد في نهاية الزمان في مجيء الثاني تقول لي طيب شمعنا نحن نتبعنا يعني ناخد معلوماتنا من إنجيل متة ومن إنجيل مرؤس ومن إنجيل لؤى ومن إنجيل يحنى لي مش إنجيل برنابة والجميع يعرف أن موضوع إنجيل برنابة ده إنجيل إنجيل مزيف اتكتب في القرن السادس عشر وليس له أي صلة حتى المسلمين المستنيرين الباحثين المضاققين يرفضون إنجيل برنابة ويعتبرونه أنه ليس إنجيلا حقيقيا فهناك أربعة بشائر قبلتهم الكنيسة قدموا لنا يسوع المسيح وهذه البشائر الأربعة كتبها متة الذي كان شاهد عيان وكان تلميزا ليسوع وكتبها يحنى الذي أيضا كان تلميزا للرب يسوع وعاين كل شيء وكتب لنا عن كل شيء وكتبها أيضا مرؤس على لسان بوترس تلميز المسيح فإنجيل مرؤس يعتبر هو سرد لرواية القديس بوترس عن يسوع المسيح وكتبها لنا أيضا لوء الطبيب الذي كان تلميزا لي بوليس والذي تتبع كل شيء بتطقيق وكتب لنا عن من هو يسوع المسيح وهذه الأنجيل الأربعة كتبت بعد بعد صعود المسيح بفترة لا تتعدى الثلاثين سنة أربعين سنة يعني كتبت في بداية الستينات ويمكن أنجيل يحنى كتب متأخر شوية لكن الأنجيل كتبها من عاشوا وعينوا يسوع المسيح فلما تقول لي أي إنجيل أتبع أقول لك اتبع يسوع المسيح وعايز تعرف عن يسوع المسيح اقرأ الأنجيل الأربعة التي تقدم لنا يسوع وكل إنجيل هتقول لي هم ليه أربعة ليه مش إنجيل واحد هقول لك لأن هؤلاء الأربعة كتبوا عن يسوع كل واحد قدم لنا يسوع من زاوية مختلفة وكل واحد منهم كتب لناس معينة فمتى كتب لليهود لأنه يريد أن يقدم يسوع المسيح 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 ابن داود الملك فقدم يحنى يسوع لليهود الذي هو ابن داود بحسب الجسد الذي هو من نسل داود الذي هو أيضا المسيح الذي تحدثت عنه أصفار العهد القديم ويحنى كتب للعامة كتب لنا يسوع ابن الله الكلمة المتجسد ولكن لهذا قدم لنا يسوع في حياته وفي معجزاته لكي نؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي يكون لنا حياة إذا أمنا باسمه أما لؤى فقد كتب للأمم وقد قدم يسوع المسيح الإنسان الكامل يسوع المسيح الذي بلا خطية الإنسان الكامل الذي قدمه للأمم أما مرؤس فقدم لنا يسوع المسيح الخادم العبد المتألم الذي أتى لكيما يتألم من أجلنا الذي أتى لكيما يقدم نفسه فدية عن كثيرين هذه الكتابات الأربعة من زوايا مختلفة هي هي نفسها الحقيقة عن شخص يسوع المسيح يعني بنترح هذا المثل أو المثال للتوضيح لمجرد للتوضيح لو أربعة رأوا حادث معين يعني أربع شخصيات رأوا حادث معين رأوا حادث انقلاب عربية مثلا حادث عربيتين تصدموا مع بعض في الطريق لكن كل واحد أراد أن يكتب تقريرا عن ما رأى تقريرا عن ما رأى لكن كل تقرير هيروح إلى جهة معينة فمن هؤلاء الأربعة يوجد طبيب وضمن هؤلاء الأربعة يوجد رجل متخصص في التأمين تأمين العربيات ومن ضمن هؤلاء الأربعة أيضا شخص بيعمل في الشرطة شرطة الطرق والكباري لو كل واحد أراد أن يكتب تقريرا عما حدث الطبيب هيهتم بأشياء مش هيهتم بيها يمكن اللي بيشتغل في شركة إنشورنس الطبيب هيهتم بالجروح بالإصابات بالحالات كيف أصاب الحادث هؤلاء الأشخاص بجروح معينة وبكدمات معينة وبارتجاك في المخ ويكتب عن هذه الأمور لأن هذه الأمور حقيقية لكن هذه الأمور هي اللي تهم أيضا الجهة الطبية اللي هيروح لها التقرير شخص اللي يتكلم اللي بينوب عن شركة التأمين هيكتب تقرير عن مدى الخسارة عن مدى دمار العربيتين أو أنهي عربية غلطانة علشان شركة التأمين اللي في العربية اللي ليها العربية الغلطانة هي لا تدفع تصلح الشركة للعربية التانية لصحابها مغلطشي هيهتم بهذه الأمور لو رجل بوليس هيتم هل في كسر القانون هل في كسر الإشارات هل هناك تعدي على قانون ما في المرور معين كويس الأربعة صح الأربعة صح لكن الأربعة كتبوا من زوايا مختلفة هكذا أيضا الأنجيل وعش كده أخي المسلم أنا نفسي تفهم إحنا بنفكر إزاي وإحنا إيماننا إيه بدل ما تيجي وتكب باقتناعاتك علينا وتحاول تفرضها على إيماننا ما فيش إنجيل نزل من السماء من لوح محفوظ للمسيح المسيح نفسه هو الإنجيل هو الخبر الصار الذي كتبت عنه البشائر الأربعة ولما كتبوا كتبوا الروح الكدس مسوقين من الروح الكدس ده ما فهم الإنجيل عندنا وده لي عندنا أربع أنجيل وده أي ده إجابة على سؤال أي إنجيل أتبع أتمنى تكون إجابتي يعني واضحة وأتمنى أنك تفكر فيما نؤمن نحن به مش أنت أنت تيجي باقتناعاتك وتحاول أنك تفرضها على إيمان وإن الإنجيل الكريم الإنجيل الكريم له نفس الفكرة اللي عنده اللي هو إنجيل نزل على المسيح ليه لأنه عنده نص قرآن بيقوله إن إنجيل نزل على المسيح مع أنه لا يوجد إنجيل نزل على المسيح فزي ما الكرآن نزل على محمد هو مقتنع أنه هناك إنجيل نزل على المسيح وكيف تتساوى الروس حبيبي كيف تتساوى كيف يتساوى المسيح الذي هو كلمة الله المتجسد مع غيره المسيح هو الإنجيل المسيح هو الخبر الصار كويس ولو أنت عايز تعرف عن المسيح لازم تقرى الأنجيل الأربعة لأنه أساسا القرآن يقدم صورة مزيفة عن المسيح في أغلبها مزيفة عن المسيح سواء عن ميلاده في أمور كثيرة في ميلاد المسيح غير حقيقية مزكورة في القرآن عن حياته في أمور كثيرة مزكورة في القرآن عن المسيح غير حقيقية عن صلبه ونفي القرآن لحادث الصلب الذي يعتبر من أهم الأمور التاريخية المثبتة بوطائق كل هذه الأمور وعن طبيعة المسيح فلو عايز تعرف عن المسيح الحقيقي اقرأ الأنجيل الأربعة اقرأ الأشياء اللي تكتبت معاصرة له أو قريبة من الحدث لكن ما تروح ليه 600 سنة لشاهد لم يرى شيئا ويتكلم عن أحداث حصلت قبلي ب600 سنة وهو لم يرى منها شيئا ولم يعرف عنها شيئا ده اقتنعتنا طيب أجي إلى هل نزل على المسيح إنجيلا وده نبيل أحمد وهو يعني متفاعل كثيرا على صفحة عبر الكتاب وكمان على صفحة عبر الكتاب اللي محدوطة على قناة الحياة على صفحة قناة الحياة أيمكن الخط صغير بس أنا حاول أقرأ لحضراتكم أنا قدامي هنا الكمبيوتر فحاول أقرأ لحضراتكم الفكرة بتاعته بيقول إيه نبيل أحمد بيقول الاختلاف حول إنجيل يسوع كويس لما تسأل المسلمين أين هو إنجيل يسوع أين الإنجيل الذي نزل على المسيح بقلنا 1400 سنة بندور عليه مش موجود وبقالكم 1400 سنة بتقولوا عنه وغير موجود فالمسلمين بيقدموا حلين يقول لك إما إنه ضع كويس إما إنه حرف ده 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 دول الحلين اللي نزل على المسيح يا إما ضع ما أن إحنا وحشين قوي وتلاميذ المسيح وحشين والكنيسة وحشة كويس فعملوا يضيعوا إنجيل المسيح ده يعول سبب عشان يقلفوا هما من أبثوسهم أنا جيل أخرى والحاجة التانية إنه هذا الإنجيل حرف إما ضع إما حرف فهنا الأخ نبيل أحمد بيقول لنا بيقول الاختلاف حول إنجيل يسوع يقول القديس بوليس الذي أفرزت له الذي أفرزت له مؤسسة الفاتيكان عاما بأسره كويس نظرا لأهميته اللاهوتية وفي الدعوة وسط الأمم يقول هذا الرسول القديس إلى أهل رميا حتى إني من أرشاليم وما حولها إلى الألريقيون قد أكملت التبشيرة بإنجيل المسيح فهو مقتنع إنه مادام بوليس قال إنه أنا في كل الأمم أكملت التبشيرة بإنجيل المسيح يبقى هناك بوليس معاه إنجيل معاه إنجيل كده ملفوف وعمل يروح به من مدينة لمدينة ويقرأ الإنجيل على الناس ويبشرهم بالإنجيل مع إنه هنا الإنجيل معناها البشارة عن يسوع المسيح إنه بوليس كان يكرز عن يسوع المسيح كان يقول لهم من هو يسوع وكيف عاش يسوع ولماذا مات يسوع وكيف قام يسوع من بين الأموات كان بوليس يقول أن هذا هو الإنجيل الخبر الصار أنا قد أكملت البشارة بالإنجيل بالخبر الصار وليس معناها إنجيلا مكتوبا عمالي إقرام من مكان لمكان والإنجيل ده اللي مكتوب نزل على المسيح وبوليس هو اللي ماسكه وبيلف بيه على الأمم يقول كده وفي نفس الرسالة في الآية تسعة وعشر يقول وأنا أعلم إني إذا جئت إليكم سأجي في مل البركة إنجيل المسيح مل بركة إنجيل المسيح يعني إيه كلام ده أنا لم هاجي هاجي في هذا الإطار الإنجيل الذي يغير الحياة ويعطي البركة الخبر الصار أن يسوع قد افتدان على الصليب وقد قام منتصرا من بين الأموات وهو حي ويشفع فينا وسيأتي أيضا في مجيئه الثاني ده الخبر الصار أنا لما أجي أشترك معاكم في هذا الخبر نتعز معا بهذا الخبر ونتبارك معا بهذه الأخبار وفي الرسالة الثانية إلى أهل كورنسوس يقول إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله وفي نفس الرسالة يقول فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه أو إنجيلا آخر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملون وهنا رسول بوليس لما يتكلم عن إنجيل آخر بالذات في رساله وفي غلطية بالأخص عندما يتحدث عن إنجيل آخر لا يتحدث عن إنجيل مكتوب لكنه يتحدث عن مضمون الإنجيل الحقيقي أن الله كان في المسيح يسوع مصالح أن العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطيام ولأجل هذا التبرير يكون بالإيمان وليس بالأعمال نحن لا نستطيع أن نبرر أنفسنا الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فالأعمال لا تبرر الإنسان لكن الإيمان الإنسان يتبرر أمام الله بالإيمان إنجيل يسوع المسيح مؤسس على الإيمان بيسوع المسيح وبعمل يسوع المسيح الذي قال على الصليب قد أكمل فقد أتم كل عمل الفداء ودوري أنا أن أؤمن أن أتوب عن خطايا وأن أؤمن بيسوع المسيح وأقبل يسوع المسيح مخلصا شخصيا لحياتي لكن لو جئوا واحد تاني وقال لكم لا 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 أنتوا علشان تخلصوا لازم تختتنوا ولازم تحفظوا السبوت ولازم تحفظوا الأعياد ولازم أنتم تحفظوا السبت ولازم تعملوا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة من كل أعمال النموس يكون التبرير هنا بالأعمال وليس بالإيمان هذا هو الإنجيل الآخر ياريت يعني يا نبيل أحمد أن أنت تقرأ تفسير مسيحي يفهمك بدل ما تقتبس الآيات وتفسرها على مزاجك هذا هو الإنجيل الآخر الإنجيل الآخر الذي يقول أن الإنسان يمكن أن يخلص بالأعمال أما إنجيل يسوع المسيح فيقول أن يسوع قد أتم خلاصنا ودورنا أن نتوب نؤمن نقبل المسيح كشخص ونقبل عمل المسيح من أجلنا يعني أتمنى أنه أن تكون حضرتك بتستوعب ده لكن يكمل يقول لنا إيه وإلى أهل الغلاط يقول إني أتعجب أنكم تنتقلون سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح وده اللي سأقوله أن الناس إبلت المسيح بالإيمان لكن جم مجموعة من اللي بنسميهم المتهودين يعني إيه المتهودين بعض اليهود الذين دخلوا في المسيحية لكنهم لم يتركوا اليهودية أرادوا أن يصنعوا إيمانا مشتركا يهوديا مسيحيا أنت مش ممكن أبدا تخلص بالإيمان بالمسيح فقط أنت لازم كمان تقبل كل النموس وتعيش بحسب النموس لازم تختتن لازم تحفظ السبت لازم تعمل كذا وكذا 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 لكي ما تخلص فبيقولهم ده إنجيل آخر ده إنجيل مختلف عن الإنجيل الذي دعانا إليه يسوع المسيح عن إنجيل المسيح لأن إنجيل المسيح جوهره أن المسيح قد راسنا في الصليب وأن الأعمال هي نتيجة الإيمان بل هي ثمرة الإيمان الأعمال هي ثمرة الإيمان لكن الإنسان لا يخلص بالأعمال فهمت معنى إي إنجيل آخر طيب أخذ مدخلة الأخ أحمد من السعودية ألو ألو السلام أهلا وسهلا بحضرتك لو سمحت أنا عندي سؤال فضل لماذا الله يسمح بتعدد الأديان يعني لماذا الله لم يخلق كل البشر على دين واحد يعني ممكن إجابة حاضر أشكرك أولا لأجل سؤالك وده سؤال مهم شكرا وأشكرك على مدخلتك أخونا أحمد نحب دايما الناس مع منك طيب هو بيقول ليه ربنا ما خلقش الإنسان على دين واحد مش دا كان أريح حاضر يوم ربنا خلاء الإنسان خلاء الإنسان زي يقول لنا الكتاب لكي ما يكون له علاقة مع الله كائن جميل كائن مفكر كائن عاقل كائن عنده إرادة كائن لما الله خلق ورأ الله ما صنع وإذ هو حسن جدا دا الإنسان وجعل الله الإنسان نائبا له على الخليقة يعني من 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 تكريم الله للإنسان كويس إنه جعله نائبا له على الخليقة فصار آدم نائب لله على الخليقة كلها وكان آدم في علاقة طيبة مع الله كان في علاقة طيبة مع الله كان هناك في شركة مع الله لكن آدم أخطأ أخطأ وعصى وصايا الله وابتعد عن الرب كويس فلما حصل كده الإنسان فقد الشركة مع الله فقد الشركة مع الله والكتاب يقول لنا إنه أجرة الخطيئة موت أجرة الخطيئة موت وعش كده آدم مات روحيا بمعنى إنه علاقته مع عرلات قطعت ومات أيضا آدم محكوم عليه بالموت الجسدي ونتيجة الخطيئة أيضا محكوم عليه بالموت الأبدي لكن الله أعد طريق للإنسان الخاطئ لكي ما يقبل إليه ويكون معه شركة مرة تانية هو طريق الكفارة عن الخطيئة عشكد ربنا في الجنة صنع لهم أقمسة من جلد وعشان يصنع لهم أقمسة من جلد كان لابد إنه يموت حيوان ويسفك دمه ودي فكرة الكفارة في الكتاب أدس وصار هذا هو الطريق الذي به يقترب الإنسان إلى الله إلى الله الحقيقي كويس لكن للأسف هناك مجموعة من الناس اختارت طريقا آخر وصار الإنسان هناك إنسان يقترب إلى الله صح على أساس إعلان الله له وهناك بشر أيضا يحاولون أن يصنعوا لهم آلهة على شبههم آلهة على هواهم فصارت الأمم تصنع الأوثان وتعبد الأوثان وكل الشعوب وكل شعب يصنع له آلهة تختلف عن الآلهة الأخرى آلهة بابل غير آلهة مصر آلهة أشور غير آلهة كنعان وصار للإنسان أن يصنع لنفسه آلهة لكي ما يتعبد لها كويس هذه العبادات هي عبادات باطلة ليس لله فيه ليس الله فيها وليس ولا يمكن أبدا أن يشبه الله بأوثان وبأصنام لكن ظل الله يعلن نفسه لأطقيائه ظل الله في علاقة مع الإنسان الذي يبحث عنه بصدق فأعلن الله عن نفسه لإبراهيم وأعلن الله عن نفسه لإسحاء وأعلن الله عن نفسه ليعقوب وأعلن عن نفسه لموسى وأعلن عن نفسه لشعب إسرائيل وعندما أراد أن يكتمل إعلان الله عن نفسه أتى المسيح كلمة الله الذي هو الإعلان الكامل عن الله الذي يقول عنه كاتب العبرانين الله بعدما كلم الأباء قديما بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فالله كلمنا في المسيح يسوع لكن كم واحد بيؤمن بالمسيح وكم واحد رفض المسيح ما زال الإنسان إلى اليوم من هذا بيرفض الإيمان بيسوع المسيح ما زال كثيرين إلى يومنا هذا بيرفضوا الاعتراب بيسوع المسيح كلمة الله ما زال كثيرون إلى يومنا هذا يرفضون ما عمل يسوع من أجلهم على عود الصليب ما زالوا يصنعون لهم أوسانهم وأصنامهم وعبادتهم الخاصة وما زال إبليس يضل كثيرين إلى يومنا هذا بعبادات باطلة ليس لها أي علاقة بالله الحقيقي فالله بريء الله لم يصنع ديانات الله أعلن عن نفسه ومن يقبل الإعلان الإلهي عن الله ويؤمن بإعلانه من خلال رسله في العهد القديم وإعلانه الكامل في شخص يسوع المسيح يخلص فبشكرك على سؤالك أخ أحمد وأتمنى أن أكون قد جاوبت عليه طيب الأخ أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا بحضرتك تحية محبة للأخ الدكتور أشرف أشكرك لدي كلمة تقول إن الكثيرين من الناس وحتى بعض المؤمنين منهم نادرا ما يفتحون إنجيلهم لكي يقرؤوه أو يتأملوا فيه أو يدرسوه هكذا يخفقون في أخ طعامهم اليوم الروحي من كلمة الله وبشارته لنا لهذا السبب هم ضعفاء روحيا إن خبأ أحدهم إنجيله أو هذه البشارة الصارة فكم من الوقت يستلزم لكي تستفقد يا عزيزي هذه البشارة إن كلمة الله أشكرك أشكرك كلمة الله لا ليوم واحد لأن الإنجيل هو خبزنا اليومي وليس كعكة للمناسبات أشكرك أخي أبو مهند شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا أبو مهند بذكرنا إنه مهم أولينا إن إحنا نقرأ في كلمة الله الأخ بقى نبيل أحمد بيقولي وما نخرج به من هذه الآيات هو بقى الآيات اللي هي إنه بوليس بيقولهم إنه إنتم تتحولون إلى إنجيل آخر إلى آخر وما نخرج به من هذه الآيات الصادرة عن أهم الحواريين في نظر الكنيسة وبوضوح لا لبسة فيه أيوة ما أنتها يعني هتجيب لنا الإجابة اللي كلنا معرفناش نجواب عليه اللي الكنيسة بقالها ألفين سنة مش عارفت جواب عليه قلنا بقى إيه أن السيد المسيح كان له إنجيلا يكرز به رجع ليه رجع ليه القرآن كويس هو عايز يثبت فكرة عنده في القرآن أن هناك إنجيلا نازل على المسيح بس فهيستخدم الآيات صحة غلط مش هتفرق معاه المهم مدام كلمة إنجيل مذكورة هيروح خبطها وخلاص في آية لكن ما هو السياق مش فرق معاه إيه معناها مش فرق معاه بوليس بيتكلم عن إيه مش فرق معاه مش هيفرق معاه ده كله ده كله مش هيفرق معاه وما ليه لا هيفرق معاه إنه هيقولك إنه الآيات دي كلها بتقول بوضوح يعني لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك إنجيلا آخر نازل على المسيح جاب اللي الكنيسة بقالها ألفين سنة مش عارف تجيبه ولا المفسرين عارفين يجيبه يعني مفيش مفسر مسيحي واحد قال الكلام ده من أول أباء الكنيسة لكن هنعمل إيه نبيل أحمد يعني وصل إلى هذه النتيجة المهمة التي ينبغي أن ننتبه إليها أن هناك إنجيلا آخر نزل على المسيح أخذ الأخت فريال وأرجع أكمل محذرتكم أخي أخي أشرف سلام ونعمة سلام ونعمة أخت فريال أخي أشرف الرب يباركك ياريت دائما تجاوب على أسئلة أخواننا المسلمين لأن بالحقيقة أحنا نستفاد من أجوبة حضرتك لمن يناقشون الرب يباركك شكرا لك طبعا أنا أنت كفيت ووفيت ما رح أقدر يعني أقول اللي حضرتك ذكرته بس بس حب أقول أنه الإنجيل ما هو الإنجيل هو محبة الله للعالم المحبة علاقة الحب بين الله بين الإنسان اللي رب يسوع المسيح مات من أجل الإنسان لأجل خلاصه وأخ أشرف إذا تأيدني هذا الشخص اللي قال أي إنجيل أقرار طبعا حضرتك كفيت ووفيت فعلا يقرأ الأنجيل الأربعة لكن لكن إذا هو جات وما عنده وقت أو ما يفهم هذه الأنجيل الأربعة خليه يقرأ إنجيل مت لقاح خمسة وستة وسبعة الموعظة على الجبل وراح يعرف من هو المسيح وتعاليمه السامية له كل المش وذاك الوقت رح يفهم الكتاب المقدس أما بالنسبة إنهم يقولون إن إنجيل حرفه فهم ديتهمون الله بأنه ضعيف هل الله لا يستطيع أن يحافظ على كتابه يعني فهي تهم إلى الله من عنده وهذه خطيئة طبعا ويا ما أكثر خطاياه وإعتقادات من إلى هذا الدهر أما الإنجيل الآخر وضحت له يا أخ أشرف الرب يباركك وأنا استفاديت منه لكن اللي يعرف الأخ سأل أنه كل إنجيل هو ما يؤمن بأنه المسيح إله كامل وإنسان كامل ومات على الصليب ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء رح يجي مرة أخرى ليدين العالم هو هذا إنجيل آخر ما نحس الرب بنوء إنجيل مزيف وهو صادر من أنبياء كذبة ومعلمين كذبة والرب يسوع في الإنجيل يعني حذرنا من هذه الأمور أخ أشرف بسي شهود يهوى يعني شهود يهوى أو المورمن همنا الإنجيل الذي لديه ليس الإنجيل الذي مالتنا يدسون السمون بينه ويقولون هذا إنجيل فالإنجيل الذي ما هو الإنجيل بين إيدينا هو كل إنجيل آخر إنجيل محرف برنابة وغيره ومانعت ربينه أخ أشرف الرب يبارك شكرا ليك أخت فريال شكرا ليك شكرا ليك وإلى معاك ومن نعمة فوق نعمة شكرا أخوي العزيز شكرا يعني يعني زي ما قالت الأخت في ريال يعني أنا بستخدم التعبير بتاعها يعني وفت وكفت في الشرح إنه أي لو جي المسلم النهاردة قال لي على فكرة أنا عندي خبر صار طب إيه الخبر الصار اللي عندك كلمة الخبر الصار دي لو حطاها بالكلمة اليونانية هتبقى تترجم إلى إنجيل الكلمة أساسا كانت تستخدم أيضا لبعض الأشخاص اللي كانوا يروحوا الحروب علشان ينقلوا ينقلوا الأخبار من الحروب للشعب يعني اللي موجود في المدينة بالأخص الأشخاص اللي ينقلوا خبر النصرة إنه جيشنا انتصر على عداء فالمدينة تحتفل هؤلاء الأشخاص اللي كانوا يجرون من معركة إلى المدينة لكي ما يخبروا الشعب بأنه جيشنا انتصر يقال عليهم أنهم مبشرون إنجليون يعني يحملون البشارة السارة فلو جي المسلم النهاردة وقال لي أنا عندي بشارة السارة إيه عام البشارة السارة أن يسوع المسيح ليس هو الله الظاهر في الجسد بل هو مجرد نبي أقول له أن الإنجيل ده اسمه إنجيل البشارة بتاعتك دي هي إنجيل آخر إنجيل آخر غير الإنجيل الحقيقي لأن الإنجيل الحقيقي بيقول لي أن الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فالمسيح هو ابن الله المتجسد لكن هنا أخونا زي ما قلت نبيل أحمد بيجيب آيات والمسلم يعني بيحب يلزأ زي ما الأسبوع اللي فات وريت لحضراتكم هذا الداعية اللي بيلزأ لمجرد أن يأخذ آية وينزعها من سياقة ويقول لك المسيح قال كذا وكذا وهنا بعدين يقول لك وهو ما لا أثر له في التراث الكنسي يعني هناك إنجيل نزل على المسيح كرز به المسيح لكن هذا الإنجيل ليس له أثر في التراث الكنسي الحالي راح فين طيب راح فين ما تقول لنا خبرنا يا أبو العريف زي ما يقوله ما أنت بتشرح كاتب لبوست كبير اشرح قل لي راح فين كويس وهو ما لا لا أثر له في التراث الكنسي الحالي بكله يعني وإن كان يتفق تماما مع ما يثبته الكرآن من أن الله عز وجل قد أوحى الإنجيل إلى عيسى بن مريم هو هي دي نفس ده مربط الفرس ده هيلف ويدور عشان الفكرة دي هيشوه الحقائق عشان الفكرة دي ياخد آيات وين منزوعة من سياقها ويفصرها بمزاجه عشان الجزء ده إنه يتفق مع الكرآن أن هناك إنجيلا نزل على المسيح خفينوا ما اتطلع هلنا يمكن نؤمن بي يعني لو اكتحبتوا شوية بدل من أنتوا بتصرفوا الملايين بتاعكم والمليارات بتاعتكم دي على أمور يعني تفحة اصرفوها على البحث على إنجيل المسيح احتمالا ما يطلع تغيروا أفكار كثيرين لكن 1400 سنة ولسه مش لقيينه طيب أروح إلى شخص آخر سمى نفسه الأسد المرعب هو مسمى نفسه كده الأسد المرعب أشخاص مثل هؤلاء لما بقرأ الأسماء اللي حطينها عن أنفسهم بيجي معلش أنا أصلي صعيدي يعني فأوقات بيجي في أفكار الأفكار الصعيدية غالبا شخص هارب من طار عليه ثقر وهارب فبيغير اسمه أو شخص هارب من الدرايب فبيحط أسماء مصفعارة معيني ما بحبش أجاوب على الأسماء المصفعارة دي لأنه ما معرفش مين الشخص أحب أعرف على الأقل اسمه أنه يعني يحط اسمه لكن لأنه لأنه دايما بيبقى موجود هذا الشخص ومكتوب كمان هو طب فان يعني من الناس اللي دايما بتتابع عبر الكتاب فقلت مهم أن أنا أخذ تعليق من تعليقاته وأعلق عليها بيقول هذا الشخص هو في تعليقه بيحاول يثبت أن المسيح لم يصلب أو الذي صلب ليس هو المسيح هي كلها علشان بردو زي نفس الأخ الأولاني أنه عايز يثبت نص قرآني كويس أو يثبت صدق نص قرآني لكن هذا الشخص بصراحة زكاء وشوية عالي وفي نفس الوقت أنا مش بتارية وفي نفس الوقت غالبا عنده خيال واسع يعني الخيال مهمت مهمت علشان تثبت كتبة لازم يبقى عنده خيال واسع ولازم تبقى كداب عشان تثبت صدق كتبة فعشان يثبت صدق كتبة الكرآن أن المسيح لم يصلب كويس لازم يبقى خيال واسع فبيقول لنا إيه هل المسلوب هو المسيح طيب ده السؤال جاوب بقى عليه لماذا اختلف موقف الله من المسيح أولا عند إقامة العازر وثانيا عند صلب المسيح يعني يقول لي أنه المسيح موقف الله من المسيح عند قبر العازر كان مختلف عن موقف الله من المسيح عند الصليب وبالتالي إذا كان موقف الله عند للمسيح عند قبر العازر موقف إيجابي لكن موقفه عند صلب المسيح موقف صلبي يبقى النتيجة أن المسلوب ليس هو المسيح طيب شوف حطها إزاي بيقول أولا اقامة العازر من الموت يحن 11 ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمن انك ارسلتني يعني الهدف الاساسي من صلاة المسيح ليس انه يقيم العازر لكن لكي ما يؤمن العالم انك ارسلتني ده الهدف هو عايز ان الجموع دول يؤمنوا انه هو كلمة الله المتجسد ده الهدف الاساسي ولماذا قال ولما قال هذا صرخ بثوت عظيم لعاذرها لما خارجا فخرج الميت وهنا نلاحظ ان الله استجاب لطلب المسيح فوري الله استجاب لمين لطلب المسيح ده عندي مين عند القبر القبر العازر ثانيا الموت على الصليب في ماتة 27 ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم الهي الهي لماذا تركتني واسلم الروح وهكذا احباء النصارى نلاحظ موقف الله من المسيح اولا استجاب استجاب الله سبحانه لطلب المسيح فورا عندما طلب اقامة العازر وذلك لان الطالب لان الطالب هو المسيح المرسل من الله ولكن عندما طلب المسلوب من الله المعونة والمساعدة وهو على الصليب لم يستجب له الله لان المسلوب ليس هو المسيح المرسل من الله شفتوا خدنا الفين خدنا الى حتة غويطة عميقة يعني بيثبت ترك كل البرهيم وترك كل الادلة اللي بتتكلم عن صلب المسيح واللي بتكلم عن شهود العيان بتكلم عن ما فعلوا اليهود بتكلم عن محاكمة المسيح امام بيلاتوس بتكلم عن الجنود الرومان الذين كانوا يحرسون يسوع ويقضون يسوع الى الصلب الجنود الرومان الذين كانوا عند الصليب الجموع الكثيرة التي كانت عند الصليب مريم العذراء التي كانت عند الصليب يحن الحبيب الذي كان عند الصليب المريمات الكثيرات الذين كنا عند الصليب كل هؤلاء كل هؤلاء لا يساو عنده شيء من شهود كويس مهم هو الله استجاب له لما طلب من أجل العذر وده يأكد أنه هو المسيح لكن المسلوب عندما قال إلهي إلهي لماذا تركتني دون أن يدرس يعني إيه إلهي إلهي لماذا تركتني دون أن يفهم ماذا قال يسوع دون أن يناقش عبارات المسيح الأخرى على الصليب العبارات السبعة الأخرى العبارات السبعة البقية الأخرى دون أن يذكر صلاة المسيح لأجل صليبي يا أبا تاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون دون أن يذكر أنا عتشان دون أن يذكر حوار المسيح مع المسلوب اللص الذي كان مسلوبا بجانبه دون أن يذكر أنه قد أكمل دون أن يذكر أنه قال أنا عتشان دون أن يذكر لنا صلاة المسيح الأخيرة أنه يا أبا تاه في يدك أستودع روحي دون ده كله مش موجود عنده هو كل اللي عنده المسيح صلى والله لم يستجب له وبالتالي هو فهمه كده أن الله لم يستجب فهمه ده أنه الله لم يستجب للمسيح دون أن يدرس ولا يفهم ولا يستوعب ولا يدرك ولا حتى يدرس الناس ولا يدرس البرهين ولا أي حاجة أقول لك وصدق الله العظيم حين قال وقولهم إن قتلنا المسيح يسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وأن الذين اختلفوا فيه لهم في شك منه بس طيب ما يمكن أن النص ده غلط ما يمكن الشهد الذي لم يرى شيئا شهد غلط هل كان واحد من شهود العين لا هل عاصر يسوع المسيح وكان عند الصليب لا هل شاهد بعينيه ما حدث لا ومن على أي أساس بيشهد هنا ما فيش أساس ما فيش أساس على رأي الدكتور منقز قال لك لأن القائل هو الله فلا نحتاج إلى برهين يا سلام ده في نظرك القائل هو الله أنا في نظري القائل مش الله أنا في نظري واحد كتبها غلط أنا في نظري نص خلق غلط تاريخيا كلمني تاريخيا زي ما بكلمك تاريخيا هاتلي البراهين من الوثائق اليهودية والوثائق الرومانية ومن الأنجيل بتقول إن المسيح لم يصل فكرة ودي يمكن أخصص لها حلقة كاملة فكرة إنكار الصليب فكرة إنكار الصليب أحبائي وراها وراها بعد خطير جدا فكرة إنكار الصليب وراها حكتين من أخطر ما يكون أول حاجة أن ينكر أن المسيح قد قام من بين الأموات وأن ينكر نصرة المسيح الموت دي أول حاجة مهمة لأن المسيح إن لم يقم المسيح من الأموات يكون المسيح كاذبا في كل ما قاله وفي كل ما عمله وفي كل ما أعلنوا عن نفسه وبهذا يكون المسيح ليس هو كلمة الله الأزل المتجسد حاجة تانية أن ينكر الخلاص الذي صنع المسيح بموت على عودة الصليب هو 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 النقاش ليس ليس نقاشا تاريخيا مع أنه لو تاريخيا هو الخسران إحنا اللي في صفنا كل الأدلة والبرهين كويس هو تاريخيا خسران منطقيا خسران من النصوص الكتابية وغير الكتابية هو اللي ما عندهوش هو اللي في مأزق لكننا أكلم من النحية الأخرى هو الغرض الشيطاني الكبير وراء كل هذا أن يطعن في قيامة المسيح وأن ينكر قيامة المسيح فعندما يكون المسيح حتى لو صعد لكنه لم يمت ولم يقم فالمسيح ليس هو رب الحياة والمسيح لم ينتصر على الموت والمسيح لا يستطيع أن يعطينا نصرة نحن على الموت ويكون المسيح في كل ما قال باطل وكاذب وغير حقي والحاجة الثانية أن يطعن في خلاص المسيح أن يطعن في خلاص المسيح ولكن لهذا الكتاب المؤدس لأنه كلمة الله الموحة بها من الله ولأن الله يعلم جيدا أهمية موت المسيح خصص أكتر من 40% من الأناجيل للحديث عن الإسبوع الأخير وخصص أكتر من 700 آية في الأناجيل تتحدث عن الإسبوع الأخير ليه؟ لأن ربنا عارف أنه دايما إبليس هيقاوم ودايما إبليس هينكر ودايما إبليس هيقدم إنجيل آخر غير الإنجيل الحقيقي أن المسيح يسوع مات ودفن مات ودفن وقام وظهر وهذا هو الإنجيل هذا هو لب الإنجيل اللي على أساسه بندرك محبة الله لنا وبندرك ما صنع الله من أجل فداءنا وخلاصنا عشان كده كل هؤلاء يعتبروا أعداء صليب المسيح يعني الآية القرآنية دي في لبها هي معادات لصليب المسيح هي من أعداء صليب المسيح ويعتبر أيضا محمد ويعتبر الإسلام عدو لصليب المسيح أنكمل مع بعض في حلقات أخرى لكن بس أنا قدمت لحضراتكم بعض النمازج من أسئلة المسلمين وتعليقاتهم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح ترجمة نانسي قنقر